اهلا ومرحبا بكم موجوز لأهم الأنباء وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة العاصمة الكويتية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام ضمن جولة خارجية تشمل أيضا البحرين ومصر وقطر وكان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس رشاد العالمي وعضو مجلس القيادة فرج البحصري والوفد الحكومي المرافق رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الأحمد الصباح وعدد من المسؤولين الكويتيين وسفير بلادنا لدى الكويت علي منصور بن سفاع الذين تبادلوا مع فخامة الرئيس عبارات الترحيب والثنائب العلاقات المتميزة المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وجه عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحصن بشراء محطتي بث إذاعيتين لإذاعة المكلة لتوسعة بث نطاقها للوصول إلى المناطق الشرقية والغربية بالمحافظة مدرية دوعا واستمع البحصن خلال لقائه بالعاصمة الموقعة عدن بالمدير العام للإدارة العامة الهندسية والفنية بمحافظة حضرموت المهندس محمد أحمد بيزيد إلى شرح مفصل حول نشاط الإدارة وخطتها خلال الخمس السنوات القادمة التي تتضمن إيصال بث إذاعتي المكلة وسيئون إلى جميع مديريات المحافظة كما ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي مع وزير النفط والمعادن عبدالسلام بعبود إمكانية توسعة رقعة الاستثمارات في المجالات النفطية لرفع القدرة الانتاجية للنفط الخام من خلال الترويج لإدخال قطاعات نفطية جديدة قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإريانيين إعلان الميليشيات الحوثية التابعة لإيران نيتها السير بإجراءات وحادية محاولة لنسف المفاوضات المنعقدة في العاصمة الأردنية لرفع الحصار عن محافظة تعز والاتفاف على بوند الهدنة الأممية التي تنص على فتح المنافذ الرئيسية في المحافظة المحاصرة منذ سبع سنوات بطرق فرعية مستحدثة وأوضح أن حديث الميليشيات عن فتح طرق فرعية بدلا عن المنافذ الرئيسية يؤكد إمعان الميليشيات في انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء المحافظة ويضاعف المعاناة الإنسانية للملايين من أبناء المحافظة تعز الأكثر كثافة بشرية والتي تعرضت لأبشع صنوف الحصار والقتل الممنهج خلال سنوات الحرب أحذر الإرياني من استمرار المراوغة والتلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن محافظة تعز بهدف كسب المزيد من الوقت افتتح وزير النفط والمعادل عبدالسلام بعبود بالعاصمة المؤقتة عدا فعاليات اللقاء التشاورية الأول لشركة النفط اليمنية وفروعها المنعقد تحت شعار تنفيذ الحكامة في السياسات المالية وفي إعداد القوائم المالية ويناقش اللقاء عددا من أوراق العمل حول الحسابات الختامية للفروع للعام 2021 والموازنات التقديرية للعام 2022 والقوائم المالية للفروع وكيفية إعداد التقارير وأكد وزير النفط أهمية عقاد اللقاء التشاورية الأول لقيادات الشركة وفروعها للوقوف أمام أوضاع الشركة وتقييم المراحل السابقة بما يسهم في رفع وتيرة عمل نشاط الشركة الاقتصادي في توفير مشتقات المنتجات النفطية في الأسواق وإيصالها للمواطنين عقد وزير الكهرباء وطاقة دكتورانور كيلشات في العاصمة الموقعة عدن اجتماعا موسعا ضم قيادة المؤسسة العامة للكهرباء ومنطقة كهرباء عدن وشركة بيترو مسيلا لمناقشة سير العمال الخاصة بعملية التصريف وتشغيل المحطة الغازية بعدن أشدد الوزير كيلشات على ضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات في قطاع الكهرباء ومتطلبات الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الأحمال والحاجة لرفع التوليد للتخفيف من معاناة المواطنين مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بين شركة بيترو مسيلا والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن لتنظيم آلية العمل ووضع برنامج عمل واضح يؤدي للنتائج المرجوة في الارتقاء بالأداء ورفع الطاقة الإنتاجية وتحقيق مبدأ الشفافية في توضيح الحقائق للمواطنين واصلت ميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة الأممية بارتكاب أربعمائة وأربعة وستين خرقا خلال الخمسة الأيام الماضية في جبهات الضالع وأبيان وتعز والحديدة وحجة والجوف ومأرب وتنوعت هذه الخروقات بين استهداف مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بالصواريخ الكتيوشة وباطلاق النار من عربات بم بي والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة فيما استهدفت منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة تعز بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي نتج عنها استشهادوا أحد أبطال الجيش وإصابة ثلاثة عشر آخرين نتيجة هجمات حوثية بطيران مسير وبالقناصة وأحبطت قوات الجيش أكثر من ست محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية ختاما شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله